السلام عليكم معاكم صارع تية بعد ما عجبكم الفطير المشلت في ناس طلبت مني الفطير الشرقي وسألتوني لو حابين تحشوه هتحشوه ازاي النهاردة خطوة بخطوة هنعملوه مع بعض وحنشوف ازاي نعملوه احلى من بتاع المحلات اللي بنشتريه من برا فخليكم معانا ويلا نشوف طريقتنا مع بعض معانا هنا العجينة عجبناها بنفس طريقة الفطير المشلت اللي ما شافش الفيديو هحطله اللينك فيه سندوق الوصف دلوقتي بعد ما ريحت العجينة بتاعتي هاخد قطعة قطعة وابتدي افردها كويس بحيث انها تكون رؤياء خالص وتكون شفافة مبينة الرخامة من تحتيها افرد كده كويس واشد كده الاطراف لبرا تمام كده المهم وانا بفرد ما خليش اجزاء من العجينة تيجي على بعض عشان ما تطلعش معايا مع الجينة بعد السوا كل ما تتنع عندي حتة من العجينة افردها وارجع افرد تاني وبرده اخلي بالي من الاطراف تكون رؤياء زي النص تمام كده زي ما انتو شايفين العجينة بقت رؤياء خالص معايا هنا بقى خليط سمنة على زبدة حبتدي احط منهم علاقتين وافردهم كويس على العجينة بتاعتي وحبتدي برضو اطبقها زرف اجيب بقى الصينية بتاعتي اللي هخبس فيها وحط فيها اول كورة حبتدي دلوقتي افرد واحدة تانية من العجينة برضو افردها بطريقة رؤياء خالص اشد الاطراف لبرا تمام كده خطوات قدامك هي سهلة وبسيطة وان شاء الله تكون سهلة عليكم واحدة واحدة معاكم حبتدي دلوقتي برضو احط السمنة والزبدة بتاعي مهلقتين وحفردهم كويس على العجينة من فوق وهطبقها زرف وهجيب صينية تانية احط فيها الكورة دي تمام كده دلوقتي انا فردت الكورة التالتة برضو هحط فيها معلقتين من السمنة وحبتدي افردهم وحاخد واحدة من الكورة اللي حطتها في الصواني وحبتدي احطها في نصف الفتيرة دي وحقفل عليها زرف تمام كده وهرجعها دلوقتي للسمنة بتاعتها تاني وبردو التانية هفرد لها واحدة دلوقتي واحط فيها بقى الفتيرة اللي انا حطتها في السنية التانية يبقى انا كده عندي سنيتين في كل سنية فتيرة تمام كده احط التانية واطبقها زرف برضو ورجعها السنية تاني عملت برضو نفس الاتنين دول بس حريحتهم بره مش في الصواني وحبتدي دلوقتي احضر الحشوة حسيبهم واحضر حشوتي في طوصة سخنة على النار من غير اي مواد دهنية حبتدي دلوقتي انزل بصلة كبيرة مبشورة طبعا انا عندي الفتير كله مواد دهنية اللي هي زبدة وثمنة فمش محتاج كمان ان انا احط في الحشو فاكتفيت بس بكده وهعمل الحشو من غير اي زيوت ولا ثمنة هقلب البصلة كويس لغاية ما تغير لونها وتتبن معايا ويبقى لونها دهبي تمام كده اهي البصلة بدأت معايا تغير لونها هبتدي اضيف اللحمة المفرومة انا هنا ححشي لحمة انتو تقدروا تحشو صدق او ميكس جبن يعني الحشوة ترجع لكم انا هعملها فتير شرقي باللحمة هقلب بقى اللحمة المفرومة مع البصل كويس لغاية ما تغير لونها للون البني تمام كده دلوقتي هضيف بقى البهارات بتاعتي عندي ملح وفلفل اسمر وكمان كزبرة نشفة وشوية من السبع بهارات هقلبهم بقى كويس مع اللحمة والبصل معايا كمان فلفل اخضر متقطع مكعبات ومعايا كمان زتون هقلبهم بقى كويس مع بعض لغاية ما اللحمة المفرومة تمتص ميتها وتكون كده الحشوة بتاعتي جاهزة هقلبها بس كويس على النور الاول تمام كده خلاص شوية وطفي عليها بعد ما ريحت الفطير بتاعي لمدة ساعة ابتدي بقى افرده هيتفرد معايا بكل سهولة انا عندي هنا القاعدة بتاعة الفطير فطرتين جوه بعض يعني كرتين جوه بعض هبتدي افردهم انا هنا ما بحبش الفطير يكون السمك بتاعه تخين عشان كده حيطلع معايا شوية رفاية لو انتو عايزين يكون تخين تقدروا تزودوا الطبقات تمام كده بعد ما فردت بقى القاعدة بتاعة الفطير هبتدي احط الحشوة بتاعي ووزعه على الفطيرة كويس تمام كده المهم نوزع الحشو كويس عشان ما يكونش فيه اماكن فاضية هحط عليه كمان من فوق جبن تركي ودلوقتي هحط برضو على الفطيرة التانية بعد ما فردتها اللي هي الصينية التانية احط برضو الحشوة ووزعه كويس واحط عليه برضو من فوق جبن تركي تمام كده نيجي دلوقتي بقى الوش الفطير هجيب بقى الكورتين اللي قلت لكم ريحتهم برا هبتدي افردهم بنفس مقاس الصينية بتاعتي تمام كده افردهم كويس فرد معي سهل لانهم مرتحين كويس واجيب بقى الصينية وابتدي اغطي بيها الحشو وبعد ما اغطي اضغط كده على الاطراف لتحت يعني ادخلها في تحت الفطيرة اللي هي من تحت تمام كده زي ما انتو شايفين اهم حاجة نقفل كويس عشان الحشو ما يطلعش وبعد كده اضغط بايدي عشان افرد الفطيرة كويس تمام كده وهعمل التانية بنفس الطريقة ودخلتها فرن سخن على اعلى درجة واخدت لون دهبي بسيط وطلعتها تاني وحرش عليها دلوقتي جبنا متزرلة من فوق وبعدين هرجعها بقى الفرن تاخد لون حلو يعني تسويتها نفس تسويت الفطير المشالتت تمام كده طلعت معينا الفطيرة بتاعتنا زي ما انتو شايفين اخدت لون حلو جدا هبتدي اغطيها بفوتة انا رشاها بشوية مية عشان تحافظ على بخار المية وتفضل طرية هقدم بقى الفطيرة بتاعتي وهحط عليها كاتشب من فوق زي ما بنكلها في المطاعم بالزبط مش عايز اقول لكم بقى عن ريحة بجد روح هتعجبكم جدا هنقطعها كمان بقطعة البيتزا عشان نشوفها من النص الطريقة اللي انا عملت بيها الفطير الشرقي هتخليه من فوق زي من تحت وحيبقى متناسب كمان مع الحشو بصوا بقى الطبقات عاملة ازاي والحشو من جوه وكمان واخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت هتعجبكم جدا متأكدة خلصنا كده خلاص الفطير الشرقي ما فيهوش اي مشكلة وبخطوات سهلة وبسيطة ان شاء الله تنفزوها وتعجبكم وتكلوها بألفة هنا وشفة لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس كان معاكم صار عطية اشوفكم في وصفة جديدة باي باي